السلام عليكم هذا الأكسسوار يرجع لك الآيفون الكنس برو ماكس والذي عنده قانيت الفلاكشيف في السامسونج بزاف بروفيسيونال كاجاتها الحديد تركب لها فيلتر تركب لها عدسة كما انا مرفيك يقولوا الفيديو التوعك رغم انه كلمة سينيماتيك عميقة جدا ما لازم تقولها هكا برك المهم الآيفون والجالاكسي اس 24 راح يقول لي بان الوحش صغير كلي كاميرا فيها الريق وراني دي الرابط اللي تحتالي يحب يشراه لكن هالي يستحق الشيراء الشركة اللي خدمته معروفة واسمها فريوال اللي تخدم فيلترز وكلش واسمته جينيوس فيجن كيت ويجوا بزاف على كل حال يجي واحده بايزيك غربة جوال هندلز ولا بالفيلتر ولا تحب تزيد له فيلترز وعد اخرين نفتحه البطن شوفوه وشكاين حاج اللي لا هي المهمة كامل الكاجات على الحديد اللي جاية خفيفة وفيها اللي تركب التليفون انا لاي عندي كنس برو ماكس يطلع فيها بواحد طريقة بزاف سهلة تغلقها دوك زود حدايد والدخل كينادك المطاطة باش ما تتجرحش الايفون وكيما راكم تشوفو فيها بزاف وين تقدر تركب اكسسوارات تقدر تفيسيهم ولا تدخلهم في هذك الكل شو شو كيما تعرف فلاش يحب يدير ميكروفون ولا اضاءة ولا اي اكسسوار وفي نفس العلبة تلقى كذلك هذا الجوال هندلز اللي تقدر تركبهم بالمساك بطريقة سهلة وسريعة جدا واحد منهم تقدر ترجع ميني ترايبود والاخر يولي سلفي ستيك لكن انا شخصيا مع هذ الميزات ما شغول ما خلعونيش بزاف غير الخلايا وفيه كذلك واحد الريموت صغيرة ولكن الحاجة اللي مليحة تقدر تركبهم فيرتيكل ولا أوريزونتل ويعطولك يعني قبضة ولا حكمة ولا شغول غريب شباب يعني الهدف تحوم انه يعاونك باش تخدم بكل اريحية كي تكون تستعمل اي فون خاصة لمدة طويلة خير ميتشد اي فون بزور سبعة تيكا مع الوقت التاعية اذا استعملتو بل بزاف وفيما يخص الاكسيس وارات الاخرين المهمين اللي يتبعوا وحدهم كما الاساس دي مونت كان بزاف ناس يريكورديو في الاكسترنال على جل برو راس انا يا ما عنديش دوكا اكسترنال اساس دي لكن عندي هذا الاكسيس دي باش بارك نوريلكم كيفاش يتركب وكيفاش نجوز الخيط تاعوه مع هذك المساك اللي جاي في الاكسيس دي مونت ونطلعوه في الهندل هذك والاكسيس وار المهم كامل اللي ايا انا هو الاندي فيلتر يعاونك باش كيت فيلمي حركة تعب نادم يمشي مثلا الحركة هذي كيكون فيها الفلو سبا الحركة تكون طبيعية هذي وعلاش خطر تقدر تنقص شاتر سبيد ترجحها واحد على خمسين كيت فيلمي مثلا خمسة وعشرين اف بياس ولكن فيلمي لكم التطبيق تعبلاك ماجيك سكرين ريكورد باش تفهموني شوفوا الاعدادات اليدوية عن ايدي شاتر سبيد واحد على خمسين لازم تحبطون ماكسيما كي تكون في الديلايت للآسف الايفون ما يخليكش تتحكم في فتحة العداثة هنا سنقول لكم ايداك وتوت فيلمي وبالآيفون وبالفاريابل اندي فيلتر اللي يلحق الفايف ستوب في وسط النهار والشمس وكلش ما ركش رايح قادر تدير واحد على خمسين باش نتفاهمه لانو ما يكفيش هنا لازم تزيد شلي فيلتر باش نتفاهمه لكن فايف ستوب فيلتر وكراح تفهم بها في الكثير من الوقت وعنده واحد الفيلتر بروتكتور بسيلي كونش حال هاي وفي الاخير نحكي بشوي على الانامورفيك هذا اللانس العجيب هذا واحده يا خوتي سوى 130 دولار غالية الناس الذين لا تعرفوا ماذا هو الانامورفيك يجب عليك نفس الصورة التي تفهمها بصحفها الزيادة عليها من هو اليسر قوية رايحة بانوراميك كيف تتركب هذا العدسة كما الفيلتر بالمغناطيس تركب شغل بايونات هكذا كما راكم تشوفوه وتطلع على الكاميرا ليتزومي وعلى الكاميرا الرئيسية لكن هذيك التزومي ما مشاتليش فيها منيحة ما باليش وعلاش تسمى باينابلي راك راح تستعملها في المين كاميرا 24 ميجابيكسل وهذيك 48 ميجابيكسل ديجيطال زوم والحاجة اللي لكي تجربها تلقى شغل الصورة مع بزة لازم هذك التعباز هذك تنحيه لكي تقول لك أنامورفيك مزيك هذك التطبيق اللي حكيت لكم عليها بلاك ماجيك فيها هذي الأوبسيون تحديد سكويز واللانس هذيه تحديد سكويز فاكتر تحديد تحمله مع فيديو والانامورفيك فيها هذوك الفلارس وشغل اللي يجو أريزونطل دوك نوريهم لكم كيفش دائرين كي تكونكش أشيعة قاسحة بزاف لكن البنة الانامورفيك لانس يا أخوتي كذلك يكون الأوتو فوكس زي ما نقوله الباكراوند فلو بها دا ما تقدش تدير على خطر آيفون لكن يعطي لك شغل خمسين بالمئة من البنة لانامورفيك لكن الحاجة اللي مهمة في هذا السيسنام هو الجوين هندل مع الكايج حاجة بينه والفيلتر وربما كذلك هذا كتب الأس اس دي مونت وزيد الحاجة اللي مليحة خفيف في الساتوب هذا ما ديش في بالك حيولي لك آيفون تقيل ولا والحاجة الخرانية هي رح يبن لك الآيفون شغل وحش إذا كنت تعمل مع هذا وكذلك يشوفوك شايد آيفون بهذا الساتوب أقل حاجة لك رايح تبان بروفيسيونال وعلى بالك وشراك الدير خير من اللي إذا ما تشد الآيفون وكذلك ما في حتى أكسي سوار وكذلك ما بكش كاف شراك الدير وكذلك تتعلم والسلام عليكم